السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 في القناة لا تدخلوا في القناة لا تدخلوا في القناة 200 المشكل ان التقل كامل للرخام وكيف تعرفوا ان الرخام سيكون تقيل وتتقل دياله بالاضافة للاعمال ديالنا والتقل ديالنا اللي كيكون نازل على ذاك الرخام ما كتكونش ديك الضالة هنا يا اللي كاسز ذاك تتقل وبالتالي هذا كتتقل كامل كينزل على البلاكارات ومع المدة يعني مع السنوات سيتأثر ذاك الخشب لي هازلنا هاد رخامة بتتقل يعني تيعواج سوا كان خشب او اليمينيوم فكيوقع فيه مشكل بالاضافة انه ولكنش يتسروب ديال الماء بحل يوقع لي فالحالة ديال لخشب ستتأثر وبالتالي الرخام سيضيع ولك يتكسر وفي الاخير كتكون الكوزينة ضاعس بهاد هاد طريقة المصوبة به الكوزينة عصرية اذا قد ما نشارك معاكم المشكل اللي وقع لي في هاد النوع من المطابخ غدا نعطيكم فكرة على المطبخ اللي مصوبة انا صوبت مطبخ عند شركة خاصة اللي كتصوب المطابخ الجاهزة اللي تكلفوا لي بهاد المطبخ بجميع التفاصيل دياله يعني الالكتروميلاجي او الالت كهربائية الرخام البلاكارات الليفي او الحاوض الميتيجور يعني جميع التفاصيل اللي كان في هاد المطبخ وضعتها عند شركة خاصة اللي تكلفت بها قبل من هاد المطبخ كان عندي مطبخ عادي بالخشب ولكن صاحب الشركة وبل اكثر من شركة سهول تم على هاد الموضوع كلهم كانوا يأكدوا على انا نخصني الريب ذاك البوتاج اللي كان عندي باش يصوبوا ليهما المطبخ جاهز بحليك تشوفوا الايجابيات ديال هاد المطبخ اللي صوبت للاشارة هاد المطبخ رصيصو ام دي ايف اللي كيكون لامع وكيكون مصفرة في عدة الوان اه الايجابيات دياله ان ذوك الابواب دياله مصوبين بطريقة زيانة كي يأتي وراقين وزوينين في المنظر بالالوة اللي كيفضل كل واحد وسهلين في التنظيف ما عندما تحتاج شي مشكل المشكل توقع في ذاك الخشب اللي كيكون من وراهم يعني ذاك السنادق اللي كيصوبوا ليهم هذين هذين الرخام كيكونوا عيب ذاك الخشب المضغوط واي تسارب ديال الماء بل حساس تتقل ديال الرخام والاعمال كانوا يوضع فوق الرخامة اذاك تقل مستمر تؤثر عليهم تيعواجوا وكذلك الماء يضيعهم بحل يوقع لي في هاد المشكل هاد المطبخ غتشوفوا معي هاد المشكل اللي وقع لي وكيفاش قدرت نحلوه اه الي اعجبكم هاد الفيديو كان مفيد ما تنسوش انكم تخليوا لي لايك اشتركوا في القناة الى كنتوا اول مرة تتشوفوها وضغطوا على الجرس باش هكا تبقوا توصلوا بكل فيديو جديد نزلت على القناة اذا انا غدا ندبا نشارك معاكم التفاصيل ديال هاد المشكل اللي وقع لي ولو انها تصوير كان ماشي بجودة عالية لان انا ما كنش عارفة اصيغ نصوب بفيديو خليكم مع الفيديو باش شوفوا معي المشكلة وقع لي في هذا المطبخ هذا اللي في اللي عندي او الحوض عندي لي الكواه وفي ذلك المكان يعني فرق كان واحد تصرب ديال الماء اللي يضيع الخشب اللي يتحس منه وبتالي طاح ذلك الخشب وطيح معها الخامة خصوصا انهم يجمعوا ذلك البوتاجين مع ذلك البلينتا غير بالسيليكون والسيليكون مع الحرارة ما كيتقدر يتأثر وكيكون ويعني ضروري غيكون واحد تصرب ديال الماء وكان بزاف الناس اللي وقع عليهم تصربت في اماكن اخرى يعني هادا والمشكلة اللي وقع لي هناك تشوفوا معي من الاسفل هنا نقرب لكم تصوير اكثر باش تشوفوا يعني يبقى الماء يتسرب وذلك الخشب اللي يتحس كي يضيع حسنا نزلت فجأة نزلت ديال كرخامة يعني على غفلة طاحس وانا انا صورت لكم الاسفل باش تشوفوا كيف تكسر هذا الخشب يعني وماشي خشب اللي كي يكون هكا مضغوط ما كيتتحملش نهائيا لما وادوك صندقرة كامل مخدم بنفس النوعية ديال الخشب فقط الوجه بوحده ولي كي يكون ذلك الامدف اللامع تكسر من ذلك المكان انا صورت لكم الفيديو بالعرض الباطئ يعني بطاقت الفيديو باش تشوفوا بالضبط اش نوقع من الاسفل وغانشير مرات ثانية انها تصوير ماكنش نوية مليكو تكن صور ماكنش نوية غدا نحطوش نهار في القناة غير مليشفت التعاليق ديال الناس مازالت كي يفضلوا يصوبوا هاد النوع من المطابخ بغيت نعطيهم هاد الفكرة على المشكل اللي يوقع باش ياخذوا الحضر ديالهم خصوصا ان ذلك الضالة تستقل ديال الخامة وكذلك تمنع اي تساروب ديال الماء من الاعلى الى الاسفل هنا تشوفوا معي بعد مزولة ليفي او الحوض يعني ذلك الخشب تأثير ديال الماء تهرس وهبط معه يعني هرس مع ذلك الخامة ونزل يعني هاول المكة اللي تهرست منه هذا الخامة وبين الخشب يعني مؤثر بالماء ومشي خاشب هذا الخشب مضغوط لماكن تتحملش نهائية الماء ونظر ان لا يكون الماء حتى تسقل رأيها صعيب على هذا النوع من الخشب كيف تشوفوا معي الحيط فيها الكحولة يعني الماء كان يتسرب من وراء البلينسا يدخل من الفوق وكان يتسرب وكان يهبط لهذا الخشب وادى انه يتهرس ويهبط معه ذلك الخامة فقط محبوس بوحدة روبينة ونزلش حتى الارض وهنا ستشوفوا معي كيف حديث هذه المشكل بعد ما زولت الخشب الذي تكسر وذلك الخام الذي تكسر وحيث دعمات الخشب المضغوط يعني لم يكن هزينواله فجبت الحداد وصوب لي واحد الكادر دي الحديد اللي فيكسيته في الحيط يعني باش يجي صحيح فيكسيته في الحيط ووضعت له ايضا بحل رجلات هكا طوالين حتى الارض في فائدس امكلك يكونوا غادين هكا على الحيط دوسته على المطبخ كامل باش قوية الدعمات لذلك الخشب يعني التقل غيولي مهزوز على الحديد ماشي على ذوك البلاكارات يعني هذه فكرة ايضا ايضا بغيته بلاكارات باديك طريقة العصرية وضعوا واحد الكادر دي الحديد يكون صحيح هو الول ووول وعادة تنزله على الارخام ويقدر يتحمل التقل دي الارخام وما يضغط على ذوك البلاكارات وبالتالي يضيعه هنا من بعد ما صوبته وصبغوا لي المعلم بدك اللون الفضي يعني عير باش يقاوم لي الصدق ما يستاش بدلنا له واحد لون تغوي وصباغة بهذا اللون وضعنا فوق منه الرخامة يعني الرخامة اللي ضعت برخامة اخرى والمشكلة وقع لي الوحيد من بعد ما صوبت هذا الكادر دي الحديد ووادك السودور ولكن ليس مشكلة جاية تحت البوتاجي ما هذا اشتبان كنتظن انا اعطيتكم فكرة واضحة على المشكلة يمكن ان تكون تصوبوا هذا النوع من المطابخ الجاهزة كما تريد ان تكون مدف او خشب فمن الافضل ان تصوبوا بالمواصفات اللي اعطيتكم في الفيديو السابق لكي تكون عندها واحدة جمالية اما اذا كنتم تفضلوا مصرين على هذا النوع من المطابخ يعني من الاحسن تصوبوا الكادر دي الحديد بحلي شفتوا معي ولكن تصوبوا من الاول قبل تصوبوا هذا النوع من المطابخ وكن نصيحة اخيرة إذا كنتم ستصوبوا المطبخ بالضالة مبنية بحلي كتشوفوا معي في هذا الفيديو فاكدوا على المعلم انه يصوبها لكم زيانة بحلي كبيرة يعني فقط 1-6 أو 7 سنتيم كاقصى تقدير ما يفوتش 1-7 سنتيم باش تجي ارقيقة وتكون عندها واحدة جمالية كذلك يحفظ على العلو المطلوب باش تسمحوا الالكتروميناجي انهم يتقصتروا وتحت منها وهكا غتجيكم صحيحة وعندها واحدة جمالية وفي المواصفات المطلوبة اشارة اخيرة بالنسبة للبلاكارت التي يكونوا في الاعلى بلما نبنيهم هذه الضالة باش نحافظ على الجمالية خصوصا انهم سيكونوا بعدين على الماء ونوضعوا في مغل الأواني كي يكونوا خفاف فما يوقع عليهم حتى شيء مشكلة ويبقوا عندهم واحد نظرة احسن من هذه الضالة كنت سابقنا فيديو تلوم يكون مفيد من الاعجاب دياركم اذا اعجبكم كما العادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا الى اللقاء